إنها ليست المرة الأولى التي تحتل بها تفتناز صدارة العنوين الميدانية السورية الصور التي تشاهدون يعود تاريخها شهرين إلى الوراء وأطلق عليها حين ذاك اسم عملية تحرير مطار تفتناز العسكري وهو العنوان ذاته الذي عادت به تفتناز اليوم كذلك مهاجمت مطار تفتناز ومحاصرته ألوية متعددة من كتائب الجيش الحر انضمت إلى العملية المعركة حاسمة واستراتيجية بالنسبة إلى الجيش الحر يعود ذلك إلى موقع تفتناز بشكل خاص وإدلب التي تتبع لها بشكل عام فالمنطقة عمليا ترسم المسار بين دمشق العاصمة وحلب في الشمال والسيطرة عليها تعني قطع طريق إمدادات الجيش السوري في حلب والأهم من ذلك منع طائرات من قصف المناطق التي يتحصن بها الجيش الحر قد تكون معركة تفتناز واحدة من أكثر العنوين تغطية في الإعلام انصح التعبير بالتغطية في الحديث عن الأشرة التي ضجت بها مواقع المعارضة أشرة أظهرت عناصر الكتائب المسلحة تضرب وتقصف بالصواريخ والقضائف والهون والدبابات وراجمات الصواريخ المنطقة المحيطة بالمطار الطرف الثاني في المواجهة تحدث عن الهجوم ولكنه أكد أن المحاولة كانت فاشلة وأدت إلى مقتل عدد كبير من المسلحين وتدمير سياراتهم بالإضافة إلى تدمير ناقلة للأسلحة وبين هذا وذاك يتفق الطرفان على أن مواجهة تفتناز امتدت والتسعت مواجهات عنيفة شملت ريف إدلبي مجمله سراقب وسلقين وحتى بنش التي كانت تعيش هدنة غير معلنة بين دمشق ومجموعات من المعارضة المسلحة